يحدث ذلك حتى في منزل خال من الشمس كيف ينمو الزنبق بسهولة؟ الزنبق الذي يثير الإعجاب بمظهره يمكن استخدامه كغذاء في بعض الثقافات بالإضافة إلى تزيين مساحات المعيشة الزنبق الذي ينتمي إلى عائلة كبيرة من الزنابق يشار إليه أحيئنا باسم الزنابق ما هو الزنبق؟ ما هي أنواع الزنابق؟ الزنبق الذي لا يحتاج إلى ضوء الشمس المباشر وينمو بشكل عام كنبات للزينة في الحدائق والمنازل هو نصب تذكاري للجمال بأزهاره الأنيقة الزنبق نبات منتفخ يحب المناطق المعتدلة يوجد حوالي 110 نوعاً من هذا النبات والتي يمكن أيضاً تناولها كغذاء في بعض الثقافات يمكن سرد أنواع الزنبق الأكثر تفضيلاً للزراعة على النحو التالي الزنبق الأبيض زهرة الزنبق الأبيض التي تسحر بشكل خاص برائحتها هي أكثر أنواع الزنبق استخداماً وأكثرها راحة الزنبق الأرجواني الزنبق الأرجواني الذي يحتوي على أوراق كبيرة للغاية يجلب إدراكاً قوياً للون البنفسجي والذي يعتبر مؤشراً على النبلاء إلى مساحات المعيشة زنبق طرابزون زنبق طرابزون موطنه تركياً يأتي باللون الأبيض أو الأصفر أو الأحمر الزنبق الألمقت الزنبق الألمقت الذي يمكن أن يحتوي على بقع سوداء على أزهار برتقالية أو بقع بنية على الأوراق البيضاء يجذب الانتباه بجماله الفريد زنبق الرمال زنبق الرمل النادر يأخذ مكانه كنوع خاص تحت الحماية في العالم بالإضافة إلى ذلك فإن أنواع الزنبق التي تسمى الهجينة الآسيوية والشرقية والأمريكية والأوريانية تجد نفسها في العديد من المناطق بألوانها وأنواع أوراقها المختلفة ما هي خصائص زهرة الزنبق تشتهر زهرة الزنبق بمتانتها وبنيتها الدائمة جذوره تنمو أفقية لها جسم طويل يبدأ الزنبق الذي ينبت في أبريل في التفتح بين مايو ويوليو يمكن العثور عليها باللون الأصفر أو الأحمر أو البرتقالي أو الوردي أو الأبيض كيف ينمو الزنبق في المنزل؟ الزنبق الذي لا يحتاج لأشعة الشمس المباشرة لا يحب المناطق شديدة الحرارة والباردة لمبات الزنبق لزراعة الزنابق يتم زرعها أولاً في خليط من تربة نصف حديقة ونصف جفت في وعاء متوسط يجب أن تزرع مع جزء البرعم متجهاً لأعلى يتطلب سقي منتظم يجب إعطاء نفس الكمية من الماء كل يوم تتفتح الأزهار عادةً في الصيف متى تزرع بصيلات الزنبق أفضل وقت لزراعة بصيلات الزنبق هو الخريف يتطلب النبات الذي يزهر في الصيف عناية فائقة وصبراً كيفية الحصول على بذور زهرة الزنبق عادةً ما يتم الحصول على بذور الزنبق عن طريق فصل الزهرة عن الجذر الجزء المفصول يزرع في إناء آخر ويجذر مرة أخرى كيفية النشر بذور الزنبق أفضل وقت لإكثار بذور الزنبق هو أبريل الطريقة الأكثر استخداماً للنسخ المتماثل هي طريقة التجذير الزنبق المفصول عن جذوره يؤخذ في وعاء آخر يكشف الزنبق الجديد الذي يستمر بنفس العناية وعمليات الري جماله من خلال الإزهار في أسرع وقت ممكن كيف تعتني زنبق من الأفضل الحفاظ على تربة الزنبق رطبة باستمرار بالإضافة إلى التوصية بالسقي كل يومين يمكن زيادة وتيرة الري وكميته في أشهر الصيف الحارة يجب توخي الحذر لأن الري المفرط سيؤدي إلى ذبول الزهرة يجب أن تكون درجة حرارة البيئة المحيطة بها بين 21 إلى 25 درجة ولا يجب أن تتعرض لأشعة الشمس المباشرة يسمح التهوية لمدة 3 إلى 4 دقيقة في اليوم للزهرة بأن تتفتح بشكل أكثر كفاءة